بسم الله الرحمن الرحيم البعض يدافع عن هذا الغزي هذا الإنسان السباب صاحب اللسان الفاحش وهذا من جرأته ومن معرفته بأن أتباعه ناس لا يفهمون ولا يقدرون خطورة المنهج الذي يتبعه يروي بعض الروايات من كيسه وعندما لا يجد لها مصدرا في الكتب يقول بأن الروايات ليست موجودة في الكتب إنما هي رواية يا عزيزي أنت تروي عن الإمام الباقر طيب أنت كيف وصلتك الرواية إذا كانت الرواية ليست في الكتب هل حدثك الإمام الباقر؟ يعلمون الناس كيف يكذبون على المعصوم وتجد بعض المغفلين يدافع عنه أنت تتعلم منه كيف تكذب على إمام معصوم ومع ذلك تدافع عنه لولا أن هؤلاء يجدون بأن أتباعهم لا يفكرون لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الجرأة على الإمام المعصوم إنا لله وإنا إليه راجع ترجمة نانسي قنقر